حسام عايش حشد النسور والحمد لله وسيندرج عايش في تدريبات منتخبنا الصباحية يوم الغد ان شاء الله حسام عايش قبل ايام اعلن عن جهزيته التامة لاستحقاق المنتخب الحالي وقال انه سيقدم اقصى طاقته وكل ما بوسعه لتحقيق النتائج الايجابية مع منتخبنا السوري الحمد لله على سلامة ابو العيش وبرأيه لازم ينزل اساسي بالمباراة مثل هكذا نوعية من اللاعبين لها تاريخ الكروي المشرب والارقام والاحصائيات تشهد بذلك فهؤلاء اللاعبين لا يحتاجون لتجريب فاتمنى ينزل اساسي بمباراة الامارات فورا الروح للخبر الثاني فقد تداولت عدة صفحات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام عدة ثلثارات كلامية واتهامات بحق حارس منتخب الامارات عليخ صيف وقالوا انه اسائب تصريحاته لمنتخبنا الوطني واستخف بمنتخبنا الوطني ولكن التصريحات الصحيحة للحارس فقد قال عليخ صيف ان مباراتهم امام منتخبنا ستكون صعبة ولكن ليست مستحيلة وقال ايضا انه منتخب الامارات بمن حضر وقال ايضا انه يتمنى حضور جماهير اماراتي بالمباراة لانه منتخب الامارات يقوى لما يشوف جماهيره حاضرة هاي كانت تصريحاته الاصلية والاساسية واعتقد انه هاي التصريحات ما بها اساءة لمنتخبنا واي لاعب يحق له يصرح بها كذا تصريحات لكن قبل قليل اتفاجأ على مواقع التواصل الاجتماعي واحد يقول انه عليخ صيف قيل انه مباراة سوريا بالمتناول والمباراة الصعبة رح تكون امام ايران وانه مباراة الامارات وسوريا رح تكون سهلة بالنسبة للامارات ورح يجيبوني الثلاث نقاط بكل سهولة لا هاي التصريحات ملفقة وكذب بلسان حارس مرمى الامارات عليخ صيف لخلق جو من الاثارة والتحدي بين الجماهير السورية هذا كان فيديو اليوم اتمنى تكونوا انبسطوا اشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته